اشتركوا في القناة البداية الفعلية لي كانت في يوم من الأيام وأنا جالسة قدام التلفزيون أطالع قناة محافظة جدا قناة هذه كان فيها شريط الشريط هذا يتكلمون في الناس ويقدرون يرسلون ويضع كلامهم في الشاشة لفت نظري لقب بنت كان اسمها مها الناصر كانوا في بنتين معاها كانوا الثنتين هذولا يودعون مها الناصر ويقولوا لها إذا سافرتي برا لا تنسى مصحفك أخذي معاك الكتاب الفلاني تري مفيد والثانية تقول لها إن شاء الله ترجعين بالسلامة وعمليتك إن شاء الله بسيطة أنا فهمت بعد ما أرسلت معاها الناصر كانت تطلب السماحة من البنات إنها بتسافر بتسوي عملية بسبب حادث فقدت في أخواتها وبقيت هي بكسور وتحتاج العمليات واتذكر معاها الناصر كانت جدا فصيحة وتكتب شعر وقاعد ترسل شعر في شريط القناة يوصف إحساسها ومشاعرها اتأثروا كل بنات الشريط والكل قاعد يرسل يدعي لها ويصبرها ودعتنا معها ودعت صحباتها وغابت معاها عن الشريط وبغيابها غاب فكري معاها كان بالي فعلا مشغول عليها يمكن تقولوا أنتي تبالغين يعني جاسة قدم التلفزيون شفتي واحدة أوكي يعني مؤثر صحنا فقدت أخواتها لكن تفكرين فيها؟ إيوه إيوه أفكر أنا جدا عاطفية جدا تعاطف بسرعة جلست أدعيلها إن ربي يشفيها ويعافيها كنت أتمنى يطلع أي أحد ويطمن عليها كانوا كثير بنات يسألون عنها بس أبدا ما كان في أي جواب استمر غياب مها تقريبا شهر وفي يوم أنا تابع الشريط طبعا ومع روتين الشريط المتكرر فجأة أشوف مها الناصر وكاتب أبيات شعر تفاجأت إن مها رجعت مشاعر متل أخبطة فرح برجوعها وحزن مع الأبيات اللي كتبتها فجأة كل بنات الشريط وتفاعلوا معها اللي تتحمد لها بالسلامة واللي تقول ما نسيتك أبدا من دعائي وطلعوا صديقاتها الثنتين سلموا وعبروا عن فرحهم برجوعها قالت مها عمليتي ما نجحت ورح أجلس طول عمري بكسوري هدوها صحباتها وذكروها بقدرة ربي الشافي المعافي وحاولوا يهدونها ويرجعون ثقتها بالله شكرتهم مها وأستأذنتهم لأنها شوية متكدرة وخرجت من الشريط بعد أيام طلعت مها على الشريط مرة ثانية عشان ما تتلخبطون لما أقول طلعت مو إنه طلعت يعني بشكل لا شريط هو كلام يعني كتبت كتبت مها على الشريط كانت تنادي على صحباتها الثنتين بس ما كانوا يردون عليها ترسل أبيات حزينة جدا توصف معاناتها وشوقها الكبير لأخواتها اللي ماتوا اللي هم أروى وليلة وإنها ترحب بالموت وتتمنى إنها في القبور عندهم قلبي عليها إنسانة فقدت أخواتها وتعاني من إصابات جسدية وصحباتها اللي على الشريط مشغولين عنها وهي كانت بأمسل حاجة لهم فقررتني أخرج أنا على الشريط وأرسل وأواسيها وفعلا حطت اسمي اسم مستعار ودخلت الشريط سلمت عليها وسألت عن صحتها طمنتني إنها بخير وقلت لها تري ما نسيتك من دعائي وعرفت أنا من وين جلسنا نسالف ونتكلم حسيت إنها تسلت وأنبسطت كان أسلوبها قمة في الذوق والأخلاق كانت شاعرة مبدعة تحت تتكلم باللغة العربية الفصحة على الرغم من معاناتها كانت تجاوب وتأخذ وتعطي خرجت من الشريط وأنا ودحها وأتمنى أني أشوفها باستمرار وكان أسلوبها وجاذبيتها يتردد في عقلي مرت الأيام وأشوفها تطلع الشريط وتكتب وأحيانا أنا أرسل وأكتب لها كانت مها الناصر متعرفة على أغلب بنات الشريط وأغلب بنات الشريط يعرفونها ويحبونها مرة لكني لاحظت شي غريب صحباتها المقربات الثنتين ما عد صرت أشوفهم كانت دائما ترسل وتنادي عليهم لكن ما حد يرد وفي مرة فتحت كذا على القناة وشفت واحدة من صحباتها قاعد ترسل تتكلم واحدة ثانية ما تكلم مها فطلعت مها الشريط وأرسلت بيتين شعر دقة أنه صحبتي لاز حبتي عليها وأول ما أرسلت مها خرجت صحبتها من الشريط وما عد أرسلت شي في هذه اللحظة دخلت أنا لأني مشفقة جدا 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 على مها أرسلت وقلت مها وضعها ما يتحمل زعل مها تحتاج الأخوة صدقية وخرجت من الشريط غابت مها عن الشريط بعد هذا الموقع وأنا أنشغلت عليها كان في خدمة في القناة هذه وعلى الشريط تبعهم أنه يقدر الكنترول يوصلك رسالة من جوالك الجوال أي عضو موجود في الشريط من غير ما يطلع رقمك أو رقمة وموجود طبعا رقم الكنترول موجود قناة وعلى الشاشة ظاهر جهست رسالتي المها وطلبت من الكنترول يوصلها وفعلا ووصلها وفرحت هي مرة وفرحت أكثر برد مها عليها رحبت فيني بكلمتها المعتادة أهلا بأختي فلانا باسمي المستعار قالت لي بسألك سؤالين إذا ممكن طبعا إحنا ذا حين ما نتواصل قدام الناس قاعدين على الكنترول وهو يوصل قالت لي السؤال الأول إيش تعرفين عني؟ قلت أعرف عني كل شي كتبتي في الشريط قال طيب السؤال الثاني وأتمنى أنك تجاوبيني بصراحة أنت متعرفة عليها لأنك مشفقة عليها يا الله لما نوصلني السؤال هسجد هذه الإنسان أني عندها عزة نفس قوية ما تسمح لها ولو كانت في أخس الظروف أنها تنزلها تلهم مها يعني أنت إنسانها نادرة بطيبة قلبك وأخلاقك كفنك يعني حافظ القرآن الكريم بعد أن في أكثر واحدين على الشريط ترسلنا تعبانة ومريضة الله يشافيهم ويعافيهم لش ما تعرفت عليهم؟ يعني ما فيها شي دي يصرنا صحبات تري أنا ما عندي صحبات قالت بس أنا مريضة تربي قادر أن يشفيك في غمضة عين أنا اسمي مها الناصر عمري 22 وأسكن في المدينة الفلانية ما كمل دراستي بسبب الحادث فقدت في أخواتي أروى وليلة جلست تتكلم ورسلت لها قلت لها أنا فلانة وعمري كذا يعني أنا أختك الكبيرة ولو حبت ناديني بأروى ناديني وصرت أرسلها على هذا الخدمة الله يعيني الكنترول أول جلسنا كم يوم وأرسلت لي أبيات عن طريق الكنترول كانت أبيات جدا حزينة أرسلت لها كلام من ضمن أني أنا ما رح أتخلى عنك صراحت وجلست أطالع في أبياتها البنت أمك سورة وكرت ووصلت الحل حل واحد بس أقدر أني أساعدها وأقرب منها أكثر صح أنا حل صعب لكن لو وصلت لها أقدر أتعرف عليها أكثر وعلى معاناتها وأوقف جنبها صح وأخفف عنها لو الشي البسيط كنت أحس بداخلي قدرة فضيعة أني أقدر أنسي مها أحزانها وموت أخواتها خصوصا أن بعض الرسائل ما توصلها من الكنترول بسبب الشبكة غير تكلفة الرسائل كان الحل الوحيد أني أرسل رقمي لها أرسل رقمي لمها الناصر بسكيف وممنوع إرسال الأرقام عن طريق القناة ممنوع فكرت وغمرت وعشانها سويت المستحيل قدرت أني أحصل على رقمها طريقة عرفت هي من خلالها أني أنا أبغى أتواصل معها طبعا هي ما ذكرت كيف الطريقة ورفضت تذكرها أرسلت رقمها وأتذكر هذه اللحظات كان يوم جمعة بطير من الفرحة وأخواتي معايا الحمد لله كنت أقول وقتها خلاص أقدر أرسل معها وقت ما أنا أبغى أوردت سريع وبدون تكلفة والحياة زي اللوز وقتها كنت أحس بخوف وارتباك لدرجة أني ما قدرت أمسك الجوال خلت واحدة من أخواتي تدق على الرقم وفعلا دقت أختي ورفعت السماعة تصدقون شكلها تقصد تليفون بيت ما أدري هالجوال ولا بيت المهم سلمت أختي وما كان في أحد يرد قالت أختي هذا جوال ما هالناصر وما في أي جوال اضطرت أختي تقفل الخط وما يمكننا نقول إيش بها إيش فيه شكلنا غلطانين في بعض الأرقام إلا صوت الرسائل لا جوال فتحت الرسالة كان مكتوب فيها عفوا أختي فلانة عاد لا تسألون كيف الجو كان صراخ وناسة إن لي تسجد سجود شكر ولي تقول الحمد لله فكها من الشريط كانت فرحة كبيرة ما تنوصف عاد أنا ما قدرت أمسك الجوال مسكت أختي الجوال وردت قالت إي وهذا جوال فلانة لكن أنا أختها لكن هي من الفرحة مو قادرة تمسك الجوال ووصفت لها فرحتنا قالت لها ماها والله والله أني أبكي والله أنكم ذكرتوني بأخواتي أحس أنكم خرجتوني من غرفة مظلمة طبعا هذا كله رسائل طبعا أنا رديت عليها بالرسائلة وقلت وعليكم السلام عبرت لها عن فرحة أني قدرت أوصل لرقمها وقلت لها من اليوم ورايح بلاش جموع أخواتي أخواتك تبرين أفترقنا واجتمعنا من جديد دعت لنا كلنا وقالت ممكن تستغربين طريقة تواصلة معك لكن بتكون بس بالرسائل قلت أدري والله ومعذورة وآسفة إذا حرجتك باتصال أختي طبعا نسيت أقول لكم شغلة عرفت أن مها ما تتكلم عن طريق رسائلها بالشريط أول قبل ما أتعرف عليها وهذا الشي صار لها بعد الحادث ترسلنا من بعد الفجر إلى الساعة 11 عرفتني مها عن عائلتها أكثر وكم عددهم وقالت أني أنا أعيش مع أمي وأبويا من بعد فرق أخواتي من أربع سنين وعندي أخو واحد اسمه فهد متزوج وعنده ولد وعنده بنت كمان أبويا كفيف لكني أحافظ القرآن كامل أمي إنسانة تحب تسافر كثير حاليا نمسافرة من أسبوع عشان زواج بنت خالتي وتخيلي إنها تركتني بمرضي وحاشتي لها مع أب كفيف ورميتني على العاملة هذه الأدمية المسكينة وأمي أبدا وجهها مولية لبنات خالتي تروح توسع صدرها إش تبغى بنت شبه مشلولة وما تتكلم وبزوج كفيف لا وبعد كلهم مطاوعة واسعتها ودعيت الأمها بالهداية الله يهديها صالفنا كثير عرفتها بعيلتي بأسماءهم وعدد أخواتي وأخواني وأعمارهم وعطيتها رقام أخواتي وقالت لي عادي ما عندهم مشكلة مثل وكنت مشغولة أصالف معاهم ولهذا شي ضايقهم قلت لها لعادي هم وصيني أصلا أرسلها لك قلت لها مهة أنا فعلا ما عندي صاحبات واحتاج صاحبة تكون صالحة تعيني وأعينها عشان إن شاء الله نحس بالسعادة في الدنيا والآخرة وحكت لها معاناتي مع الصاحبات وعدتني أنها تكون ليا نعم الأخت وأرسلت خاطرة حزينة ليا بمعناها أنه الشخص لو مثلا حصلها تشوه لا سمح الله الكل يصير يتخلى عنه فأنا فهمت أن البنت فيها تشوه قلت لها يا بنت ناس لو فيك تشوه الدنيا ما رح خليك أنا مو من الصنف هذا وسألتها عن صاحباتها الثنتين قلت شبه ما صاروا يطلعون على الشريط أنت تقصدينهم بهذه الخاطرة اللي قبل شوي أنا عرفت أنه في نفس مدينتك ما زاروك؟ قالت فلانة إنسانة كويسة تواصلنا خارج الشريط متزوجة وعندها ثلاث بنات وولد كانت ترسلي دايما رسائل نصية ونصح وتذكير طلبت مني في يوم من الأيام عنوان بيتي حذرتها من أمي لكنها ما أهتمت أعطيتها العنوان وفعلا جت والله ما أنسها بيك العصرية لما دخلت حسيت بشعور جميل كيت ومسحت دموعي جلسنا ونظرات أمي أكلتني وأكلتها كانت تسألها أمي من وين انتي وكيف عرفتي مها وأي شريط كان واضح الارتباك عليها مسكينة وما ألومها أمي مسكتها تحقيق ما جلست يمكن إلا ربع ساعة ومشت من سوء معاملة أمي قامت ودعتني وقالت أوعدك بزيارة ثانية أقسم بلا أنه كان عندي يقين أن هذه آخر زيارة وفعلا بعدها غيرت رقمها وصرت نادي عليها في الشريط وما ترد عليها وحتى صاحبتي الثانية أتوقع أنهم حقوا البعض إش صار وأخذوا موقف من معاملة أمي قلت لاش ذنبك انتي طيب قلت لأحكي لك هرجتي أنا وأخواتي قلت قولي يلا قالت أنا وأخواتي كنا في مدرسة تحفيظ قرآن ليلى أختي الله يرحمها كانت في المتوسط حافظة نص القرآن أما أنا وأروى قربنا نختم الحفظ وفي يوم زارتنا وحدة كبيرة في السن طلبت من أمي أنها تسمع تلاوتنا كيف قرأت أنا شوية من القرآن وبعدها قرأت أختي ليلى وبعدها قرأت أختي أروى وبعدما خلصنا قالت الحرمة الكبيرة هذه الأمي والله يا فلانة لو بناتك رجال كان صاروا أأمة للحرم وبعدها بأيام صار لنا الحادث وماتوا أخواتي وجلست أنا بإصاباتي حسبي الله ونعم الوكيل بس حسنت مرة قلت طب ليش ما أخذتي من أثرها يعني أنت مريضة بسبب عين يعني بإذن الله علاجك موجود قلت لي كلمت أمي لكنها رفضت خلاص أعطيني رقم زوجة أخوك أكلمها تقنع أمك أو أعطيني رقم أمك وقتها عصبت مها قالت زوجة أخوي مو من عائلة الناصر وليش تبعين تكلمين أمي تبعين تساوي مثل صحبتي فلانا تدورين الزلة تبعين أمي تفصل عليك وخلاص تسيبيني كانت مرة حساسة وأنا والله العظيم تعبت نفسيا من معاناة مها وكنت أحتسب الأجر بمراسلتي لها الشهر الأول كنا نتراسل من الفجر الين الساعة وحدة الليل ما كان يفصل بيننا إلا الصلاة أعطيتها وقتي كل شي كنت بسيب حتى دوامي على شانها نسيت أهلي وحتى نادر ما أجلس معاهم لأن كل وقتي معاها حتى وزني نقص نادر أتذكر أني آكل لدرجة أني كنت أحس بطعم مرارة في فمي وإذا أتذكرت أرسلها وأنا آكل كانت تحكي لي معاناة ما عمري في حياتي سمعت زيها كنت أقول أخواتي مها يمكن تحتاج السنة عشان تتعدل نفسيتها كانت دائما تقول لي اشتكت الأخواتي اشتكت الأختي أروف عندي دفتر فيه توقيحها وعبارات لها وحلمت فيها كانت تقولي ما تتجين يا مها صحيت وبكيت بوكا اللي ما حلق عورني حسيت أنها مشتاقة لها مثل ما أنا مشتاقة لها تدافع عني في كل مكان الكل عافني بعد أروف حتى صحباتي اللي في المدرسة والله ولا واحدة فيهم اتصلت علي ما أدري كانت صداقتهم عشان أختي أروف ولما راحت راح وممكن أمي صرفتهم ما أدري أمي تحب تعزلني وتحبسني عن الناس وفعلا حصل اللي تبغاه ما أعرف ليش أمي تسوي كذا ما تحبني تمنت أمي أني أنا اللي مدت وأخواتي هم اللي عاشوا ما أدري يمكن ملت من موعيدي تبع المستشفى لني أحرمها من سهراتها وزياراتها وسفرياتها كانت مكسورة على فقد أخواتها من المواقف مع مها في يوم لاحظت أنها تسهر كثير وحسيت أنها ما تنام البنت ما تنام سألتها قالت صحيح أنا أخذ علاج اسمها كذا هذا العلاج يحرمني من النور لكن يفيدني في تقوية العظام ويفيد الكسور كانت دايما تقولي أنا أعشق أبويا أبويا الكبير في العمر الكفيف أعشقة أبويا عمرا ما ترق قيام الليل رغم أنه كبير في السن وكفيف دايما أتقهوة معا كل صبح دايما تحكيني عن مواقفها تقولي بعد الحادث زارتني معلمة من معلماتي وكان معاها بعض الطالبات وهم جلسين معايا أنا كنت مريضة وكحيت قالت المعلمة وش ذلكحة كنا كحة رجال يعني كانت بتلطف الجولة كنا أجابت العيد وربني جلست أبكي لما أستحوا وأعتذروا وقاموا تسألني عن كل شيء تقولي صالفي لي أربع سنين من عزلة من البيت على المستشفى كان دايما تقولي نفسي أشوفك وتكي معاك أنت لك أفضل كفير علي من ليتي حياتي كانت دايما ما هاتصحيني القيام الليل كنت أدق عليها في رمضان طبعا هي ما تقدر تتكلم كنت أنا أسمع لها صورة البقرة ولما أخلص ترسلي أخطائي رسالة نصية أحفظت معاها قرابة الجزء إنسانة تقية وتخاف الله طلبت مني في يوم أني أتصل عليها قلت أبغى أسمع صوتك والصدق أبغى أسمع صوت أي أحد ما قد سمعت صوت أحد من زمان إلا صوت أبوي والعاملة وديت صالفي أنت تضحكين تقولين أي شيء وافقت على طوله دقيت عليها أصالف معاها وبعد ما أخلص وأقفل كانت تعلق برسالة نصية كنت أسمع لما تتنفس صوت حدايد أول مرة قالت لي بعد أول اتصال قلت ودي أصالف معك كانت أول مرة أعترف لك أنا مركبة صمامة في حلقي بسبب التواء الحنجرة كانت دايما تطلب مني أصالف معاها أرسلها مقطعة بصوتي كنت دايما أقرأ قرآن وأرسلها أو أجلس أصالف عادي وأرسلها كنت دايما أقرأ لها عن فضل الصبر كانت دايما تقولي أنت ما قصرتي معايا كانت تقولي أنا من جد حبيتك أنت أختي طبعا أنا مني قاعدة أقرأ رسائلها بطهيم حاطة رسائلها كلامها زي ما تقولون فصيحة لسان بس أنا قاعد أعطيكم الزبدة كانت دايما تكتب بيات شعر تعبر بفرحتها بالتصالي كنت دايما أذكرها بالأجر على صبرها على هذا الابتلاء كنت دايما أنا أديها بأختي كنت دايما أديها بأختي كلي في يوم أخويا مخليلي اشتراك نت مفتوح ويرمي علي ببطايق الشحن أخويا يعرف وضعي ويائس من شفائي ويائس من زواجي عشان كده يشفق عليها وأي طريق أسلك ما يهمه كنت حتى أنا أحيانا أفلس كانت هي تهشحن وكنت أزعل أقول لها لا كانت تقولي أنت أنت اللي معي أنا موقت غيبين عني كنا نصور لبعض أغراض ما أوريها شنطتي بلوزة أي شي جديد أشتريت وأصورها لها وهي بالمقابل تصور لي فطورها قهوتها غرفة نومها حوشهم بيتهم صورة ولد أخوها اكسسوارات ها زي كده في يوم كنت أرسلها وأحس رسائلها تتأخر علي قالت أخويا وأمي عندي طبعا أهلها ما يعرفون بتعارفنا قامت أرسلت وقالت خاصة أنا قلت لهم أني أنا أبغى دورة المياه هي مدينا نترسل شوية قلت يا ابنت الناس ارجع عند أمك واخوك لحن يشكون فيك ما ردت أرسلت ما ردت استنت شوية إلا الجوال يدك أطالع رقمها مين كيف عمرها ما دقت كيف هي ما تتكلم وأنا ميت أخوف سكت لصوت رجال أهلو السلام عليكم قلت عليكم السلام قال أنا أخو مها أنت مين قلت أنا صحبتها قال كيف كذا مها إنسانة مريضة وصحباتها محدودين كيف تعرفتي عليها قلت من الشريط قال لش هذه الصور قلت عادي صور أغراضنا قلت أنا صورت قال أنا همني أختي حتى سريرها وغرفتنا ما مصورتها لا حول ولا قوة إلا بالله قلت شفيك يا أخوي شفيك يعني صل عن نبي المهم كانت مكالمة طويلة وسأل عن أسماء أخواتي وقال منها دولة قلت أخواتي قال طيب خليني أتأكد تخيلوا راح دق على كل وحدة من أخواتي وسمع أصواتنا ورجع دق علي قال أنا آسف الشيطان وسويسلي كنت أظنها أرقام شباب بس رجاء أتركوا مها مها مريضة وعندها عمليتين واحدة بعد شهر والثانية هي الخطيرة عملية في حلقها بسبب الصمام قاعد يفرز لها صديد تاجة لست أبكي نقشناك كثير وهو أصر إنه يمنعني من مها وأخذ الجوال عند الأيام كنت أترجى برسالة إنه يرجع الجوال للمها وكان يرد بهذا الأسلوب اللي بقوله لكم بعد شوية لدرجة حسيت أن الإنسان يعني ما كمل تعليمه يعني الإملاء عنده مضروب لكن كان يقول مها مريضة أتركوا أختي عندها موعد وعمليات في المستشفى ما هي فاضح بعد كم يوم قال أختي متعلقة فيكم خلاص راسلوها أختي متأثرة بفقد أخواتها وأخواتي اللي هم تحسب بس هي اللي فقدتهم كلنا فقدناهم بس أبغاك مدام إنك مرة قريبة منها تحاولين فيها في شيئين الأول ترجع تجلس مع أبويا مثل أول كل صباح والله يا أبويا متأثر من وحدتها وحالها والثاني إنها توافق إنه يجي الشيخ يقرأ عليها فحاولي معاها وهذا المصلحتها وإذا تقدرون تجون تزورونها حياكم الله والله يجزاكم خير قلت بإذن الله أحاول معاها أما الزيارة والله يمو بيدي ورجعت أتكلم مع ماهو كانت تقول لي نذرا عليا يا فلانة أني لأحضر زواجك لو أجي محمولة قلت له أنا بإذن الله أحضر زواجك قالت لي أنا ما ليحظ بالزواج خطبني فلان قبل الحادث وبعد الحادث خرج ولم يعد وحكتني عن زواج بنت خالتها اللي أمها راحت تحضرها قالت حتى ما فكرت ترسلي بطاقة ما عزمتني على زواجها هي عارفة أني أنا ما راح أحضر ما أقدر بس ما أرسلت ولو جبر خاطر وجلسنا نسالف وقالت لي اسمعيني أبغى أقول لك إش هي إصاباتي بسبب الحادث كابولي صمام دائم بسبب التواء الحنجرة وفي سواد على رقبتي نازل على الكتف بسبب تمزق بعض الشرايين وانحباس الدم والحمد لله بدأ هذا السواد يختفي في مكان في جسمي أستأصلوا منا حاجة عندي كسر في عظام الصدر ما ينجبر وكل ثمانية شهور أسوي عملية شد أسياخ وضموره في رجلي ليسار وما أمشي إلا بعكاز وما أستغني عن العاملة اللي في البيت الله يكريمك حتى الحمام لازم تساعدني فيه وإذا طلعت دراجتين بس كأني طالعة عمارة أنا بعد السبوع بسوي عملية شد أسياخ بإنها مؤلمة وخطيرة فكيت وقتها كيف أقدر على فراغها وأنا لي شهر كل يوم أكلمها غير خوفي عليها وإن العملية خطيرة هدتني وقالت رح أجلس شهر في المستشفى لكن عندي لك خبر يفرحك أبويا وأخويا في أيام عمليتي بيجون مدينتي كل شغل وبيمرون عليكم لأني كلمتهم يوصلوا لك بعض الأغراض طبعا أبويا ما كان عنده مانع ما عندنا استغرب شوية وأخوي موافق ومدام أبويا وأخويا ما قالوا شيء أمي ما قدرت تكون حاجة فرحت مرة حسيت أن علاقتنا بتكبر خصوصا أن أخوها بيتعرف على أخواني يعني في أمل أني أشوفها في يوم من الأيام طلبت رقم أخويا عشان تعطي أخوها طلبت وصف البيت أعطيتها العنوان والرقم كلمت أخويا بالموضوع ما كان يعرف القصة قالت لي مهة بتجيبين هدايا قلت يا مفاجأة قالت مسوق قلت يا إيوه قلت لا 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 أبغى شيء من أغراضك أنت أبغى شيء يكون ذكرى أي شيء مشطك طرحتك تعطرك أي حاجة أنا وقتها دكيتها على طول قلت من جدك أنت ليش تكات تتعلقين فيني كذا لا تتعلقين فيني كذا لا تنسي الربك وقتها سمعت صوتها وهي تبكي وصوت الحدايت قفلت الخط على طول مرت الأيام وجاء وقت عمليتها ودعتني واستودعتها ربي اليوم الثاني كنت فاكها القناة وقعدة أشوف الشريط خرجت وحدة على الشريط تتكلم باللغة العربية الفصحة حسيت أنها صحبة مهة سبحان الله كانوا صحبات مهة الثنتين هذولاك يتكلمون نفسها اللغة العربية الفصحة طبعا البنت هذي طلعت واحدة من صحبات مهة بس مغير اللي أنا عرفت عرفت أنها هي صحبتها فدخلت قلت لها أنت فلانة تري مهة في المستشفى مهة تحتاجك قالت مين أنت أنت قريبة مهة شفيها مهة قلت أنا صحبتها تعرفت عليها من الشريط زيك مهة عندها عملية زوريها في المستشفى قلت ما أقدر أخافها لكي أمها قلت ما عليها يعني مهة بتفرح فيك كثير قلت بس أمها يعني الله يهديها طردتني وحاولت فيها أنا مر أسبوع اتصل أخوها بعد أسبوع من تنويمها قال الأخوية أنا عندكم في مدينتكم وإن شاء الله بجيكم بعد العصر أوصل أغراض أختي وفعلا جاء العصر ودق على أخوية وتقابلوا في محل وجابوا أخوية البيت قال أخوية جلس ربع ساعة وقال أنها اسمي فهد زي ما انت شايف عمري فوق الأربعين تيمت علق في أختك بسبب موت أخواتها أخواتي في حادث وأنا اللي كنت سائق السيارة يقول أخوية دمعت عيني وكان شوي يبكي وغير أخوية الموضوع نزل الأغراض وعطانا الهدايا ولما راح أخوها روحت أشوف الأغراض تدرون ش كانت مخدتها عكازها شرشف صلاتها سجدتها طرحتها كتب دينية متنوعة كلها مختومة بختم مها الناصر وطقم ذهب وجوالين كاميرا ودفتر أشعارها الحزينة عمري ما قريت في ذا الدفتر لنزل الدموعي وصف عجيب المعاناتها طبعا هي كانت كاتبت لي في هذا الدفتر رسالة رح أقراها لكم الآن رح أقراها كذا نفس كلامها بالطبع مها كاتبة أختي الغالية والحبيبة والوفية والقريبة من قلبي بل هي قلبي وحياتي فلانا هذا الدفتر وما فيه من قصائد هدية لك احفظيه عندك وابحثي له عن مكان بين دفاترك وكتبك لعل الله أن يكتب لنا لقاء قريبا فأراه ثانية أكتب لك هذه الكلمات قبل موعد التنويم لأجل العملية بأربع أيام فقط وأنا لا أدري ما هي العاقبة لكني متأكدة من أمور سوف أرمن في غرفة التخدير بين رجال أجانب وسيكشفون عني ما أوجب الله سترة ولن يكون بجواري أحد وإلى الله المشتكى سوف أخرج من غرفة العمليات إلى قسم التنويم حية ميتة لأجل البنج سأتجرع من الألم والوجع جميع أنواعه بعد زوال مفعول البنج لن أستطيع أن أتحرك بعد العملية لمدة أسبوع أو عشر أيام إلا بصعوبة وألم شديد وأدعو الله أن لا أعطس أو أكح أما الضحك فهو بعيد سيحبسوني لديهم بعد العملية أسبوعين إلى ثلاث في المشفى أدعو الله أن يسر لي مرافقة رحيمة لأن بعض الناس لن يصبر على هذا الوضع ومتأكدة من ذلك غاليتي أعدك أن أتواصل معك ثانية إن كتب الله لي الخروج وأعدك أن لا أنساك وأعدك أن أدعو لك وأعدك أن أذكرك بالخير عند والدي وأخي وأمي أيها أصبر وأعدك أن أحفظ وأعدك أن أحفظ فضلك علي وأعترف به وأعدك أن تبقيني على المهم شون خربت علينا المشاعر الجياشة شفت أي شعر بس هنا سلق ونوصلنا غاليتي ما رأيت منك إلا كل خير ملأتي حياتي فرحا وإنبساطا مع أني لم أعطيكي شيء إلا النكد والحزن والبكاء طلب أخير إن رأيتي مني شيء أن تكرهينه فاعذريني وسامحيني أنتي بالنسبة لي أنتي ما يبغي تدلع إلا الحين والقصة طيب مناسب ونسبحوا القصة آه تعال تعال أنتي بالنسبة لي كل شيء تذكري هذا أحبكي في الله دعواتك كانت مو بس تكتب أشعار كان في رسمات غريبة مثل رسمة عجوز معها فاس ينزل منه دم طبعا أنا أرسلت لها هدايا من السوق متفرقة وأرسلت لها سلسلتي وعطري والحمد لله مها رجعت بعد شهر وشكرتها وشكرتني على هدايا عادي إذا في صوت في المايك شون أنا ما لدي دخل وفي يوم من الأيام وأنا أرسلها جيت بدق عليها ولاقي الخط مشغول استغربت كيف ومها ما عندها صحبات وكيف ومها ما تهرج بعد ما سألتها ردت بكل برود قالت هذا واحد من الشباب منزعجني من شهر طب ليش رديتي عليه أصلا قلت والله ما طلع ولا نفس بس أسمع شي يقول قلت طب إيش قاد يسمعك أغنية يعني وله قلت لا يقول أموت فيك أنت حلوة ومن هذا الكلام عصبت عليها وقلت أنت أصلا ليش تبتحين الخط قلت مادري أرسل رسالة وقال هذا جوال أحمد قلت لا لا والظاهر عرف أني بنت خاصة أني يدق وما أرد فهددني أني ينشر رقمي على الشلة تبعه فرفعت الخط يعني ردهت ويرسلي رسائل ما أنكر أن لها تأثير خصوصا أنها من ولد سالفة طويلة أتعب وأنا أكتبها لا لا هي صعبة القصة تقولنا سالفة طويلة تابت فيه تكتب قلت لها اسمعي حولي رقمك عليها ودقي على الرقم وبخلي واحد من أخواني يكلمه ويوقف عند حده قالت لا شكرا والله جابت لي النفسية تاقلت لي والله كنت مضعف وأرسل صورتي أرسله صورتي قلت رسلي لي أنا صورتك أرسلتها على طول أثرت فيها كانت بدلنك راسها مو باينة ملامح وجهها شعرها عادي يعني وكانت لابسة قميص قلت لها ليش ترسلين للشباب يا بنت الناس والله يضحكون عليك وروح ينشرون صورك ويشوفها أخوك وتضرب بكمك قعد ما قولكش الأفلام اللي ممكن تصير وللأسف بدت تعترفي البنت بأشياء كانت بتنجرف في طريق خاطر وهي كانت صريحة قانت تقولي أحسني بنجرف أنا في هذا الطريق كيت أنا مثل المجنونة ودقيت على شيخ واستمرت علاقتنا أرسلت لها صورتي وكانت حتى هي ترسل صورها كانت العاملة اللي تصورها أحيانا الصور ما تكون واضحة وبشكل كده ممرتب لكن عادي استمرت علاقتي فيها 11 شهر وقرب شهر رمضان قلت لها مهة ما حقدر أراسلك في رمضان كل يوم عشان استغر رمضان رح أراسلك كل جمعة أتطمن عليك زعلت وقالت أنا أروح المية صراحة ما قدرتني أخليها واستمرت أكلمها حتى في رمضان قالت لي في يوم 19 رمضان إنها بتسافر برة عشان تسوي علاج طبيعي لضمور رجلها اليسار وكانت ضاعف رسايلها قبل السفر رحت عمره ودعيت لها من كل قلبي لما كنت في الحرم فكرت في وضعي مع مهة أقسم بالله أني بكيت من غير شعور وأنا أطوف بالكعبة تيارب أنا أعطيت الإنسانة هذه كل شيء وما أعرف من تكون دعيت من كل قلبي تدرون ليش دعيت زي كذا؟ لأني حسيت أن مهة إنسانة غامضة حسيتها لغز لأني سألت مهة عن اسم المستشفى اللي تتعالج فيه وأخذت الرقم من السنترال ودقيت عن المستشفى من غير ما تدري وسألت عن المريضة مهة الناصر وموعيدها طبعا عندي اسمها الكامل رد علي الموظف بكلمة وحدة ما عندنا أي مريضة بهذا الاسم قلت إلا هي تتعالج عندكم وعندها عملية شد السياخ في شهر أحدهاش قال والله يا أختي ما عندنا أي أحد مسجلة بهذا الاسم بعد العمرة بأربع أيام تصور لي غرفتها وجرس تصور التسريحها وترسل صور مشايتها لما كانت ترسل صور بيتهم ما تصور نفسها مع الأغراف تقول عشان ما تشوفين الصمام اللي في حلقي لأنه شكله مقزز وأخاف تكرهيني وأنا أتفرج على صورة مشايتها المشاية من حديد طبعا وتعرفون الحديد يعكس الصورة يعني زي المراية يبان شكلك فيه فلاحظت صورتها معكوسة في المشاية وكان في ملامح شخص باسمي واضحة كبرت الصورة وسويت تباين مها رجال أقسم بالله طلعت الصورة صورة واحد لا بالثوب ملامحة مواضحة معاه لحية وكل ما سويت تباين وغمكت الصورة تباني اللحية أكثر يا حبيبي قمت أرسلت رسالة قلت أنت مينة وانتي مين ليش لما أطلبك أكلم أمك ولا زوج التخوك ترفضين ليش لما ندقيت على المستشفى أسأل عنك يقولون ما عندنا أحد بهذا الاسم قمت وكبرت الصورة مثل ما شفتها وسويت التباين وصورتها وكل حاجة ورجعت أرسلتها لها كيش هذه الصورة؟ أظنها صورة ذي الحصان بالمناسبة أنا ما أحرص على صحبة وحدة متطربة مثلك أنا متواصلة مع فلانة وفلانة وفلانة في الشريط كذا كلام مها وروح يسأليهم عني عشان تعرفيني كاستعجلتي في اتهامك ليا وحب أقولك لو كنت استغلالية كأنا خد صورك وروح ترسلتها لأخوك لا تخافي ما رح أسويها أنا بعبع خلاص ما أصلح لك لعد ترسلين والله أنك مسكينة وقتها أنا كنت في صدمة نفسية بكاءها استيري أبدا ما أخطر في بالي لا مو معقولة مها رجال وريت الصورة أخواتي كثير من أخواتي قالوا البنت نها الصورة مواضحة صح أن المشاية عاكسة لكن مو واضح بعد يومين أرسلت لي مها رسالة قالت لو في فرصة بس أعبر عن شعوري بقول أني عتبانة ومشتاقة وبأفقدك ما هم مني تصدقين في شي بعد تكذيبك ليا كتبت لي خاطرة شعر وقالت لي أدعي لي أنا أحتاج دعائك وكتبت كل الآيات عن الدعاء طبعا ما ردت عليها صار تفكيري مشتت وبتجنن من التفكير ما أدري هل فعلا أنا ظلمتها والشيطان خلي الصورة كذا تظهر لي خصوصا أن أخواتي يقولون ما هي واضحة تعبت أكثر كنت أدعي ربي يوضح لي ذكرت ووصلت لهذا الحل بعد ثلاث أربعة شهور تقريبا اشتريت شريحة وأرسلت على رقمها شعر عن الشوق وقلت بعدها هذا الكلام قلت حبيبي مشتاقت لك هذا جوال بنت خالتي ما قدرت أصبر قام دك عليا أرسلت قلت مو ألحينا بعد الساعة اثنين كلهم مجتمعين عندي أرسل أربع رسائل كلها كلام حب وكلام ما ينقال والحد الآن لسه ما تأكدت مها من تكون رجعت أرسلت أنا وقلت آسفين غلطانة بالرقم أرسل ممكن نترسل شوية قال إيش اسمك قلت فلانا رميت له اسم من كيسي قام يرسل رسائل مالها داعي قفلت الجوال ولا تسألون عن وضعي بعد ما هديت فتحت الجوال ولقيت رسلي قطاقة شحن وقال هذه هدية تعارفنا تحت الخط وسمعت الصوت تدرون من كان كان أخو مها أخوها اللي يمثل إنه أخوها قفلت في وجه رجع أرسل لش ما تصال في معايا قلت بصراحة أنا أستحي مرة إش رايك أرسلك مقطع صوت لي بس أنت أرسل أول قال تم وربي حسيت هذي ببشري وأرسل مقطع صوت وهذا نص كلامه هل فلانا مساء الخير أعجبني مرة مرة كلامك خاصة كلمة حبيبي مالت عليك ما أدري هل ما زلتي للآن من حرجة ترى أنا ما أعظ كفضل علي أني قبلتي بطاقة الشحن مني كفضل أكبر أني قبلتي تعارفنا يمكن عندك تصور أن بعض الشباب استغلالي أو جشع نوعا ما بس أنا بعيد عن هذا النوع وأوعدك ما تشوفين مني إلا كل خير الله أكبر طيب هذا صوتي وأتمنى تسمعيني صوتك مع السلامة كنت بنهار وأعترف أني أنا فلانا اللي لك 11 شهر مدري سنة تضحك عليها لكن استغفرت ودعت ربي سحبت عليها وصار يدق ولا أرد عليه طبعا ما يدق على أني يدق على أني الجديدة هذي برقمي الثاني ويرسل رسائل أزيد قهر ونفسيتي تتدمر لما أشوفها يرسل نفس الكلام اللي كان يرسلي هو أول تخيلوا أن كل شيء كذب في كذب وتمثيل قصة المرض تمثيل موت أخواتها تمثيل حتى صاحبتها فلانا اللي قالت أنا أخاف من أمها طردتني هو نفسه وصاحبتها الثاني الثلاث شخصياء هم هو هو نفسه تخيلوا كان يبغى يلفت نظر البنات كل شيء تأليف وكذب والمصيب الأكبر يطلع الرجال لا ما هو ولا جدتي دعيت 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 على من كل قلبي لما أرتحت أرسلت للقناة وقلت لهم فلانا فلانا ماها الناصر وولد وساحبين عليهم طنشيني أرسلت الوحدة تشتغل في القناة كنترول وقلها انتبهي ماها رجال حذر الناس عندها صور بنات وا 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 أدري لا حوله لقوة الله بالله كنت أقول إيه وأدري لا حوله لقوة الله بالله لكن صرفي طي على لقبها حضر أو عديني تسوين شيء حتى أنا متورطة صوري مقاطع صوتي عنده والله تستهبل تقول إيش صاير أرسلها كل هذا الكلام تقولي إيش صاير والكنترولة الثانية أكلمها أقولها ماها رجال ماها رجال خذي رقمي تواصلي معايا عندي كلام كثير كلام جدا مهم تقول ممنوع نتواصل مع أحد خارج الشريط حسابهم على ربي وبنات الشريط اللي جالس يجرهم لخارج الشريط في ذمتهم اتصلت بأحد المشايخ ما كان في يده شيء يسويه لكنه هداني الله يجزال خير وعاملني مثل بنته وقال لي كلما كانت على قلبي مثل الموية الباردة قال لي لا تخافي ما رح يؤذيك بشيء ودعى ربي إنه يحفظني بعد أسبوع أو أقل أرسلت مها أو الرجال هذا خليني أقول مها لأنكم عرفتوا بشخصية مها أرسلت مها على رقمي الثاني الجديد اللي ما تعرفين عرفته أرسلت سب وشتم وقدر إنه يهكر جوالي ورب النعم إنه دخل على الاستيديو تبعي وأخذ كل في الاستيديو تقريبا أشوف الصور والمقاطع تتحدد قدام عيني وتنحدف الحمد لله مقطع صوتها وصورها كلها في ذاكرة ثانية حسيت إنه عرف إنه أنا هي نفسها وجلسي هددني عشت في روح بخوف كنت أحس بيينتقم مني لأني كشفتها ومعايا مقطع الصوتها كنت في خوف ما يوصف خصوصا إنه يعرف بيتنا وسوست وسوست لدرجة صار تقول شكله حاط يمكن كاميرا في بيتنا خفت خلاص دخلت في حالة هلع ما قدرت أتحمل لازم أقطع الشك باليقين يمكن بعد شهر من التهديد هذا وعشت في عذاب نفسي أرسلت برقمي الأصلي تخيلوا من فترة طويلة ما أرسلت لها منها وأرسلت لها منها كنت خايفة مرة بس كان لازم أتأكد إذا عرف أني أنا نفسها اللي في الجوال الثاني ولا لا وهذا اللي صار أرسلت قلت كيف حالك يا مهة ممكن أكلمك في موضوع ما ردت أستنيت بعدين ردت قالت هل فلانا آسفة كنت في مجلس حريم أنقهرت ولا قدرت أتحمل طول أرسلت مقطع الصوت تبعة والسب وكل شي قال أنت كنتي فلانا أجل تستاهلين كل شي جاك قلت لا ما أستاهل اللي ما تخاف ربك سنة معيشني على كذب وأحزان وتمثيل وشفت صورتي وأنا عمري ما حتشافني مقاطع صوتي عند أحسبي الله عليك أنت مريض أنت شكصتك أنت كيف قدرت تكتب عن مرض وأنت ما فيك شي وليه جيت لهذه القناة ما عندك ضمير ما حزنت بيوم على الكلام اللي أواسيك فيه تعبتني ومرطني نفسيا الله ليس هامحك ودعيت عليه أن ربي يبتليه بنفس المرض اللي كان تبلى نفسه فيه قال أنا متزوج وأعيش فراغ عاطفي ولو كنت مرتاح في قناتي كم ما شفتيني مقابل الشريط تكفر لا تدعين علي أنا أخاف من الدعاء وصورك ومقاطعك أقسم باللاني مسحتها وتبت تكفين سامحيني قلت أغراضي اللي أعطتك يا هدية فان وديتها قال جلست عندي الأيام وبعدين تصدقت فيها الجمعية الخيرية قلت أنت اللي جيت بيتنا قال إيوان اللي جيت وطلب مني السماح واني ما أدعي عليه قلت الله يسامح حكي إذا أطلت التمثيل سواء مشخصية مها أو غيرها قال أنا آسف وأنتي إنسانة صالحة ومن أسرها كويسة والله يغفر لنا جميع انتهت القصة عادة دريد تستنون رأي الشخصي من زان لكن أتمنى أنه فعلا تاب وتم قلت لكم القصة من 12 سنة فضاوتا لا بعد متزوج اللي يشوف كل هذه الخطط يقول هذا فاضي ما عنده شي بتشتراني ما كان يشتغل بأنه واحدة اللي يكلم من الفجر اللي إن واحدة بجوك ما عند أي شي كان يسوي الظاهر وبس الهنا يكون صنى نهاية فيديو اليوم إذا أجبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على الزر لايك تشتركن في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن لا تنسوا تضيفون إسنا بس الفعليات هناك كان معكم رون سلام